ودعوا السيد الدكتور عمين عام جامعة الدول العربية الدكتور أحمد بلغيت لإلقاء كلمتي فليتفضل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية صحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات ورئيس المفوضية السيدات والسادة اسمحوا لي في البداية أن أتوجه لسيادتكم بجزيل الشكر على مبادرتكم بعقد هذا الاجتماع الهام والأول من نوعه لدول جوار السودان لبحث سبل إنهاء الأزمة الحالية وتداعياتها السلبية وغير المسبوقة على مستقبل السودان وأمن واستقرار جواره لقد اهتم مجلس الجامعة منذ اندلاع الأزمة ببحث سبل استعادة السلم والاستقرار في السودان كأحدى أهم أولويات الجامعة العربية وكررت اجتماعات مجلس الجامعة المنعقدة بشأن السودان بما في ذلك اجتماعات القمة العربية الأخيرة في جدة مطالباتها بضرورة وقف جميع الاشتباكات المسلحة حقنا للدماء وحفاظا على أمن وسلامة المدنيين ومقدرات الشعب السوداني ووحدة أراضيه وسيادته وقد حرصت الجامعة العربية في جميع جهودها على التنسيق والتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وأيضا المنظمات الإنسانية ذات الصلة لما يمثله الوضع من تحدي كبير للسلم والأمن في هذا البلد العربي الإفريقي العام واسمحوا لي هنا أن أتناول فيما يلي محددات أساسية للموقف العربي والتي قد يمكن أن تساعد في آليات الحل الإقليمي لعلاج الأزمة أولا الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ومنع انهيارها ومساعداتها قدر الإمكان على الاستمرار في أداء مهامها بشكل طبيعي وتجاوز الصعوبات التي تواجهها ثانيا معارضة أي تدخل خارجي في الشأن الداخلي السوداني والتضامن الكامل مع السودان في صون سيادته واستقلاله ووحدة إراضيه ثالثا دعم مصار جدة الساعي إلى تحقيق شروط وقف إطلاق النار شامل ومستدام وفوري يسمح باستئناف العملية الانتقالية رابعا التأكيد على أهمية دور دول الجوار التي تواجه الأعباء الإنسانية الأمنية الكبيرة للأزمة وبالتالي فمن المهم أن تكون في قلب عملية التنسيق والتعاون الجارية لأنهائها وأن يكون هناك تفكير في الاستمرار في نعقات قمم أخرى مشابهة إذا اقتدت التطورات ذلك واستقطاب الدعم الدولي لها خامسا دعم مصار سياسي سوداني شامل لكل الأطياف السودانية يحقق تطلعات الشعب السوداني في السلام والأمن والتنمية ويؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية قادرة على تحقيق التوافقات المطلوبة لمعالجة القضايا الأساسية وعلى رأسها الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وإصلاح قطاع الأمن سادسا الاستمرار في التنسيق والتعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي للمساهمة في جهود علاج الأزمة على أساس احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه والتأكيد على أهمية مشاركة الدولة السودانية في المبادرات التي يجري إطلاقها جنبا إلى جنب مع آلية دول الجوار السودان تفاديا لأية مقاربات مكتزئة سابعا وأخيرا تعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة للوضع في السودان وتكسيف الجهود العربية والإقليمية والدولية للحيلولة دون تظاهر الأمن الغذائي المتردي أصلا في السودان وأفاره السلبية على عدد من دول جواره وفي هذا الشأن أذكر أن الجامعة العربية قد أطلقت مبادرة عاجلة لإنقاذ الموسم الزراعي السوداني ويجري حاليا بحث خطوات تنفيذها مع الجانب السوداني وكافة الجهات المعنية والمنظمات الشريكة ختاما أجدد التزام جامعة الدول العربية بالاستمرار في بزل كافة الجهود التي من شأنها تعزيز الجهود العربية وأيضا الإفريقية لحل الأزمة حقنا لدماء السودانيين وإنقاذا لمستقبل هذا البلد العزيز شكرا سيادة الرئيس شكرا سيادة المنظمات الشريكة